السلام عليكم ولا سهلا بكم فيديو جديد على قناة I'm My Phone لو انت حابب اللي انت تعمل بس مباشر على تيك توك كدوت من خلال جهاز الكمبيوتر مش من الموبايل بتاعك من خلال الفيديو بتاع النهاردة اشرح لك اسهل طريقة تقدر من خلال اللي انت تعمل بس مباشر من تيك توك على جهاز الكمبيوتر اول حاجة هتعملها دلوقتي هتفتح تطبيق تيك توك بالشكل دوت عندك على الموبايل بتاعك وبعد كده هتدوس على علامة الزائد دي وبعدين هتجيب علامة اللايف دوت وكده انت تجاهز دلوقتي اللي انت تعمل بس مباشر على تيك توك من خلال جهاز الكمبيوتر هتحمل للاول برنامج Mirror 2 من الرابط اللي عسبوه لك تحت الفيديو في الوصفة على جهاز الكمبيوتر بعد ما هتدخل على الرابط اللي موجود تحت الفيديو في الوصفة ينقلك للموقع الرسمي لبرنامج Mirror 2 هتبدأ اللي انت تحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر بعد何 ت Shameل البرنامج و تثبطه عندك على جهاز الكمبيوتر سوف يلاسر معك بالشكل ده انت لو بتستخدم جهاز android او جهاز ايفون هتقدر ان انت تعمل بس مباشر من جهاز الكمبيوتر من خلال برنامج mirror 12 كل le ligek دلوقتى بتستخدم جهاز او جهاز android انا دلوقتي مسلا بستخدم جهاز ايفون هختار من انا نظام ال ai و اس بعد كده سبدأ ان اوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر عن طريقه كابل ايو اس بي هنوصل كده جهاز الاندرويد او جهاز الايفون بالكمبيوتر عن طريق كابل اليو اس بي بالشكل دوت وبعدين هنرجع مرة تانية على برنامج ميرور 2 ونختار مننا اليو اس بي هيبدأ كده يتصل بجهاز الايفون هتلاقيه ظهر معاك نوات اسم الموبايل بتاعك هتدوس على نعم وهتبدأ تتعرض عندك هنا وجهة البس المباشر على الكمبيوتر هتدوس النوات على ايكونة بس مباشر او على البس ديت بعد كده هيقولك اختار المنصة اللي انت بتعمل عليها بس هتدوس على منصة البس بعد كده هتتتبع التعليمات ديت زي ما انتوا شايفين وتجيب الكود دوت اللي هو بتاع البس المباشر وتبدأ اللي انت تدفه نوات على برنامج ميرور 2 هندوس على التالي بعد كده هترجع مرة تانية على الموبايل وتجيب اخر قائمة ديت اللي هي استيديو اللايف دوت وبعدين تدوس الحصول على صلاحية الوصول هايبدأ يظهلك نوات كده كود البس المباشر على تطبيق تيك توك في الموبايل هتبدأ اللي انت تاخد الكود دوت كوبي من الموبايل لنواته تحطه على برنامج ميرور 2 و لس زي ما هو موضح هنا في البرنامج اللي انت هتبدأ تحط الرابط بتاع البس المباشر بالشكل دوت وبعد كده هتحط الكود بعد ما هتحط الرابط والكود لنوات هتفتح لك القائمة ديت اللي هي بتاعت ابدأ البس المباشر او اللي هي بتاعت البس المباشر هتدوس على ابدأ البس هترجع مرة تانية على الموبايل بالشكل دوت وتدوس بدء البس المباشر كده بدأ ان هو يعمل بس مباشر وهتلاقي برنامج Mirror Tour عرض لك نوات البس المباشر زي ما انتوا شايفين على الكمبيوتر تقدر دلوقتي انت تتحكم في البس المباشر دوت من خلال برنامج Mirror Tour وفيه مميزات كتيرة جدا بداخل برنامج Mirror Tour تقدر لانت تستخدمها أثناء عملية البس يعني مثلا لو انت حابب اللي انت تسجل البس المباشر بتاعك دوت تقدر اللي انت تدوس على تسجيل الشاشة ويبدأ كده برنامج ميرور تولنا ويعمل لك تسجيل للشاشة أثناء عملية البس وتحتفظ بالتسجيل دوت اللي انت تنزل فيديو بعد كده على المنصة اللي انت بتعمل عليها بس مباشر باللي هو الفيديو أو اللي هو جزء من البس المباشر دوت تقدر بعد كده اللي انت تجزعه إلى مقاطع فيديو وتنزله على المنصة اللي انت بتستخدمه زي ما انتوا شايفين كمان تقدر اللي انت تاخد سكرين شوت أو لقطة شاشة ليه حاجة معينة مثلا بداخل البس دوت انت حابب تظهره تقدر اللي انت تاخد لقطة شاشة كمان تقدر اللي انت تتحكم في الموبايل بتاعك من عن طريق الماوس نوات من جهاز الكمبيوتر حتدوس على علامة الماوس وتقدر بعد كده اللي انت تتحكم في الموبايل بتاعك من خلال الماوس بتاع الكمبيوتر أو لو انت مثلا بداخل البس المباشر دوت وحابب اللي انت تشرح حاجة هتظهر معك دوت اللوحة ديت اللي هي الصبورة أو اللي هي تتعلم على حاجة بداخل نوات البس المباشر او اللي انت حابب تظهر حاجة تقدر اللي انت تختار مننا علامة الالم او علامة السهم دوت وتقدر اللي انت تحددها ينوت بداخل البرنامج وتظهر المتابعين بتوعك بداخل البس المباشر زي ما انتوا شايفين كدوت مثلا انا لو حددت السهم دوت وحبيت اللي انا اشير لحاجة كدوت ان هو يظهر معايا ينوت على الكمبيوتر ويظهر بداخلك بس المباشر للمتابعين اللي هم بيتابعوك او بيشاهدوا البس المباشر زي ما انتوا شايفين دوت كده ظهر معنا وايزر معاك في نفس اللحظة وزي ما انتوا شايفين في عدة ادوات تقدر ان انت تستخدم الادوات ديت فأثناء عملية البس المباشر وتظهر معاك الكلمات ديت ودوت بيبقى تأثير حلو قوي في البس المباشر اللي انت بتعمله من جهاز كمبيوتر وكمان بتعمل بس مباشر بشكل احترافي وتقدر كمان من خلال برنامج ميرور طول لانت تعرض اي حاجة على جهاز الكمبيوتر لو انت مثلا بتلعب لعبة زي لعبة بابجة او اي لعبة تانية على الموبايل بتاعك وحابب ان انت تعرضه على جهاز الكمبيوتر هتقدر من خلال برنامج ميرور طول هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف فانصحك ان انت تحمل البرنامج وتجرب كل المميزات اللي موجودة فيه وتكتشفها بنفس اتمنى انت تكون استفدت من الفيديو وعجبك وتنساش ان انت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم اشوفكم الفيديو الجانب